موسيقى 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 جداً يكون معنا داخل الستوديو أبو عبيدة بشير حمد مدير مركز الدعم بمركز المعلومات وزارة التعليم العالي البحث العلمي أبو عبيدة وأستاذ أبو عبيدة صحوح الخير صباح النور وصباح النور لكل الشعب السوداني على امتداد أسير بس بس أسير لزعب ستونتفور نعم مساعدين جداً بوجودك معنا بداية نعزين نتعرف ونعرف كمان بمشاهد على التقديم الإلكتروني تفاصيل شو بالبداية نعزي كل الشعب السوداني في رحيل الفغيرة فاضنا حد إبراهيم وننوصي وننبه كل المنظمات الطوعية أنه تمشي في وصيته وأمل الأخير كون مشروعين مشروعاً من المنظمات الطوعية تحياتني لكم مرة ثانية الحقيقة التقديم الإلكتروني الحمد لله يبلغ عام الرابع في 2014 في بدايات كان أغلب اللصيغين بعملة التعليم الهالي في سودان ممكن مشفغين عنها لكن من العام الأول كانت الإشراغات لا تغطيع عين حقيقة من الحاجات الحريصين نسكورة في العام الأول كان الولايات المتصدرة للتقديم الإلكتروني ما هو ولاية الخرطوم ولا كانت في العشر اللوائل كانت الولايات المتصدرة وولاية الدارفور والنيل الأزرق العام الثاني كان برضو مصدرة العام الثاني تصدرت ولاية البحر الأحمر العام الآخير الآن نحن في معيته في التقديم الأول تصدرت الولايات الشمالية ده واغع واغع بيحكي أن الحكومة الإلكترونية وجدت واغع جدا جدا ونمط مركز يعني المركز المتوهم المركز زي يقول موطن شركات الاتصالات وغيره من الحاجات إتلاشة بقى المركز حسب تفاعل المجتمع وعيه بالتقنية وكان دراسائل قوية جدا حققت لنا في التقديم الإلكتروني للسنة دي من الحاجات برضو الملامح القوية الحق للناس تقيف عليها أن 41% من الطلاب القدم في التقديم الأول قدموا من الأندرويد موبايل يعني فيه أجيال جديدة قاعدت تقرر في مستقبلها من موبايلات نحن أجيالنا دي أخصى تعاملها من موبايلات يمكن رسلين يميل مضطر يميلين لكن تخيلوا معي أنه قرر مصيرهم اللي حيتحكم للعشرين ولا الثلاثين ولا الاربعين سنة إذا ربنا مد في العمار عبر موبايل ده الجيل الآن بتدعمل مع وزارة التعليم العالي زي بقوله جاءتهم في الزمان والمكان المحددين ويستقبلوا رسالة وزارة التعليم العالي في التقديم الإلكتروني والحمد لله مضت ثلاثة سنوات بكل إشراغاتها والسنة دي كان التقديم الإلكتروني في العام اللول بسلاسة جميلة جدا جدا يمكن كثير من المراغبين بيشهدوا بالحاجة دي إن قضل التقديم الأول وتحصل ما تحصل على مغاعدهم في مواسطة التعليم العالي والآن نحن في معية التقديم الخاص لمواسطة التعليم العالي الحكومية وإن تبقى كلها ساعات يعني يعني يمكن تقولت بنتي الساعة 12 بالليلسا الساعة 12 بالليلسا يعني فاطل لنا تقريبا زي 14 ساعة زي 14 ساعة طيب سازة أبو بيدي يمكن تقولت بدأ التقديم الإلكتروني سنة 2014 نعم التقديم الإلكتروني أكيد طبعا هو بسهل حاجات كثيرة أكيد بيكون في مواجهات طبعا أي حاجة بدايات جديدة بيكون عندها مشاكل ومعوقات في اللول من 2014 لحد 2017 المشاكل التي قدرت تحلوها شنو الحاجات السابتة اللي لسا ما قادرين تتغلبوا على هشو والله كل ما يلي وزارة تعليم العالم من أنظمة من موقع للتقديم الحمد لله كانت مستغرة يعني واقع التقديم نحن بنتجاوز أكتر من 50% من عدم مخطط في اليومين الأوائل للتقديم ده واقع التقديم ما يتعلق بالشركاء المحيطين أو البنية الأخرى المحيطة من كهرباء يعني الحاجات دي نحن ما متحكم فيها لكن واقع التقديم بين بالحمد لله أنه وزارة تعليم العالي قدرت تقود عملية التغيير للحكومة الإلكترونية بنسبة جاوزة 90% اللي إذا كنا زي يقولوا مقللين لحجم الإنجازة للإنجازة وزارة تعليم العالي لأنها الأوجدت اللي صالة الإلكترونية الآن معمول وعوجدت الآن يمكن عندنا أكثر من 12 أو 11 بالضبط نافذة بتاعت السداد الإلكتروني من موبايل كاش وقروشي وموبايل بنك للمنافذة البنكية 11 نافذة طالب يقدم في أي مكان في أي زمان الموقع الإلكتروني ما هو الزمن التغليدي أبو 8 ساعات بيبدأ الساعة 8 إلى الساعة 2 الزمن في وزارة تعليم العالي عبر الموقع التغليم الإلكتروني بيشتغل 24 ساعة يعني في 24 ساعة نحن الليلة فضلناها 4 طائر ساعة إذا قسمناها بالزمن التغليدي بيكون عندنا زي يومين ولا زيادة عظيمة نعم أنت أستاذ أبو عبيدو فيما يخص التقديم الإلكتروني سواء كان المؤسسات أو حتى زي ما أنت بنتهسها ذكرت الدفع الإلكتروني عشان نستقدر تتعامل مع التقديم ده أو مع الأساليب هل هي سهلة أي زور بيقدر تتعامل معها أو أنتوا تدقوا ورش أولى على سنة تقدر تتعلم أو تعرف كيف تقدر تشتغل بالحارب والله كان وزارة تعليم العالي غير وسائط العلامة المعروفة كنا حريصين أن نصل نصل الجمهور المستهدف من الطلاب يمكن من الحاجات الممكن أن نسكور أننا عندنا كان شبكة تسمينا منادب القبول بالجامعة كنا الحملات التعريفية والبطاقات التعريفية في الحملة خلال 24 ساعة يكون الوصول لموبايلات الأندرويد يتجاوز 155 ألف في 24 ساعة دي رسائل تواعي برسيلة عندنا صفحة التقديم الإلكتروني لوزار تعليم العالي على الفيسبوك المنشورات بتاعتها جاوزت المليون و 119 رسالة كل الحاجات دي مشاهدة كل الحاجات دي إنه نحن بنوصل غير الحمد لله وشكر لله نشكر كل الأشركة في الإزاعات وفي التليفزيونات إنه كانوا ساهموا معنا تماما في إيصال المعلومة إن وصلت التوعية لكل الطلاب فأسهل ما يكون عملية التقديم ما بتتجاوز في أخصاها ساعة من الزمن الحمد لله طيب أستاذ أبوبيد أنت قلت أنه في مشاكل بيكون بعض الطلب أولياء الأمور يعني هون طبعاً بيقدم ممكن الطلب أفرام بيكون بصحبة أولياء أمورهم يعني في بعض الحاجات ممكن تكون فيهاية علام في موضع تقديم الإلكترونة دي بالزاد بتقدروا تنصحهم أو ترشيدهم للحاجات دي كيف؟ أو أدينا بعض الأمس إلى برد والله إذا كان في مشكلة في ظل الوصاية ظل الأسرة يعني الأسرة في سودان عندها وصاية مرات بتكون تقيلة على رغبات الطالب فبفرضوا خيارات يعني نهاية ما عندها علاقة باتجاهات الطالب وميوله فنحن بنقول لهم يا أخوصية صغيرة كده للناس اللي لسه فضلوا يقدموا ليلة وبكرة كل المؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والله يقعد تقدم خدمة منتازة أزبدت وجوده في سوق العمل العالمي بشكل السودانيين المنتشرين في مختلف المؤسسات الإغليمية والدولية خلوا أولادكم يقدموا كليات اللي هي رغباتهم لأنه إذا الكلية رغبته حيطلح فيها مميز لكن إذا خش الكلية اللي أنت عايز ليه حيطلح خريج عادي شايل شهادة وزي يقوله ينضم لغطار المحبطين أنه نفذ رغبات أهل وما نفذ رغباته لكن ده بسوقنا لحاجة إذا أنت تخرجتها وشايل شهادة في يدك ولسه عندك حلم قديمه وما زلت مصير تطارده عندنا خيار تاني خيار تقديم لحملة الدرجات العلمية أن أنت تحصلت على بيكلاريوس في أي من التخصصات وعايز تقرأ مثلا تحصلت على مختبرات طبية وكان عندك حلم يقوله مؤجل أنك تقرأ طيب تشيل تفاصيل بيكلاريوس مختبرات طبية وتتجه لأي جامعة حكومية أو أهلية بتقديم لهم بيكلاريوس يقول لهم الله أنا عايز أواصف في نوع القبول لحملة الدرجات العلمية وعادة بتقبل بعد السنة التانية دل الناس العبروا في وصية حقيقة حقنا وصيلا بما أنه نحن الفضلين أقل من أربعة ساعات عفوا أنا أربعة ساعة للطلاب طلاب شهادة لندن بالاسم المعروف الـ I-G الـ I-G الطلاب الآي جي من خارج السودان عندهم حق يقدموا للقبول العام القبول العامة لإستمارة المفتاحة 1-1-9 وبرضو ممكن يقدموا للقبول الخاصة مواسطة تعليم العالي الحكومية المفتاح الاستمارة بتاعتها 2-1-9 وبالنسبة لطلاب الداخل برضو يحق اليوم يقدموا فقط للقبول لمواسطة تعليم العالي الحكومية الآن في التقديم بين ظهرانينا بالاستمارة 2-1-9 لكن بنوصيهم كلهم أنه لا بد يحضروا وصول شهاداتهم للمطابقة أو الشهادة والرغم الوطني والخطوة الآخرة التقديم أو رغم الاستمارة دي من الحاجات المهمة المتممة لدخول الطالب المنافزة لو ما أحضرتها خلال اليوم بكرة أخصاها بعد بكرة بدت العملية بتاعت الفرز وخضوا على الطلاب للمنافزة بيكون في مشكلة أنه أنت ساهمت بيتاكاستك أن تجيب وصول الشهادات للمطابقة في الإدارة العمل وقبول أنه أنت أخصيب بيتك ولا ولدك من أن تدخل المنافزة مع زملانة وتتحصى على مقعد لأنه الأول ما دخل المنافزة يتحدد رغم الرغم ده تاني إذا أنت أقل منه بـ 1 من 10 بيكون عندك مشكلة أن التنافس في أشكال القبول التانية جميل طب أستاذ عبايدة بعدما الناس سجلت في رغبات التي هي عايزاها وأنه تم القبول في واحدة من الجامعات الممكن يكون كان عنده رغبة فيها ممكن نقول 2% أو حاجة قليلة وحب أن يقوم يستقيل عن الجامعة عشان ما يقوم يقدم الحاجة ده بتتم كيف؟ ده بسوقنا الحاجة ورضو غهمة وبرضو الزمن بدأ يتناقص نقوله الغلطة بتاعته الاستغالات أو فترة التخلي من مؤسسة التعليم العلي الحكومية الفترة بدأت من يوم واحد من يوم واحد 7 نتهي يوم 17 نعم كثير من الطلاب وكثير من أهالي الطلاب بتساهل في الجسرية وجسرية ده عندها أكثر من بند في اللائحة الطالب الذي يرشه لأي مؤسسة تعليم العلي الحكومية ولم يتخلى في الفترة المحددة بواسطة لجنة الأقول والفترة المحددة الآن بقت من يوم واحد ل Lane 17 ولم يسجل يمنح فرصة للقبول بعد مضي عام دراسي بعد العام الذي استغال فيه قد لاحظ الحاجة دي يمنح فرصة للقبول بعد مضي عام دراسي بعد العام الذي استغال فيه عند استفاة أسس وضوابط القبول الكلام ده بسوقنا لحاجة أنه إذا عزينا ترجيمها بالداري أنك أنت ستنحرم عام دراسي كامل يعني السنة جاءة لو عدت وقيت ولا سودان الله ستقول لك عفوا أنت لأنه ما استغلت في زمن الاستغالات المعني ما بحق لك المنافسة ولازم تقدم بالشهادة الجديدة لأنه سوص ضوابط القبول يقول لك لابد أن الطالب يقدم بالشهادة المتحصل عليها من نفسها العام يعني أنت بتكون خليت مقعد أنت حنت أجيبت درجة كبيرة بعد مجتهدت حاولت تقدم بها ما أخشي طالب مثلا جاب نسبة معينة وقدم وجاب الترشيح مثلا في كلية معينة ما قدم استقالته وعاد الدراسة تاني بتاعت السنوي وجاب نسبة أقل من السنة الفاتذ هل ممكن أن نرجع لتحقيق نفس الجامعة القدم لها سنة الفاتذ أي مواسط تعليم حكومية وإهلية عندها زمن تسجيل وزمن التسجيل دائما معلن حتى لو أعلنوا في البورد الداخلي بتاع الجامعة يبقى زمن تسجيلا معلن غانونا إن أنت جيت في الوقت دا كملت جراء تسجيلك بيجي الطالب إن فاتك زمن التسجيل بعدين صغط وطوالين تدخلت تحت الطائلة اللايحة في الحرمان لمدة عام دراسي كامل نعم إحنا كمان شركنا المشاهدين معنا بسؤال سألناهم إذا كان عندهم تجربة في التقديم الإلكتروني وهذه النهي كانت ناجحة أو فاشلة النسبة جاءت ناجحة بنسبة 70% وفاشلة بنسبة 30% يمكن نسبة عالية شوية لكن نسبة الفاشلة ممكن تكون وين والله أغلبة في الوعي يعني أغني إحنا الحمد لله ممكن نقول لك أقولي يعني الشعب السوداني ما قاعد يقرأ البوليسي في أي حاجة ما قاعد يقرأ اللوايح المنظمة يعني إذا مثلا إذا أي واحد حتى نحنا قاعدين في السوديو لما انتجي تفتح ليك إيميل قاعد تقرأ البوليسي بقول لك لا لا بقول موافق طوالي بتشتري دوة ما بتقرأ روشيتة بتاعته لحد ما اكتشف الأسار الجانبية السالبة حتى بعدين تفتش بنسوق الناس كله بنوجه الناس كلهم يا أخي أغلبوليسي الأسس المنظمة الليقولي زي أنت قريتها ما بيطالك ما بيطالك اللايحة بتقدم التقديم الصحيح بتكمل الخطوات بتاعته في الوقت المناسب والأمثل فوق اللي ده بتتحصل على المقعد اللي انت بتطارده من تخشية سنة أولى ابتداء يعني نعم نحن شكرا لك جدا وجودك معنا وكمان المعلومات اللي انت أشركتنا لها احنا والمشاهدين وان شاء الله كمان نقدر نقول موعودين يمكن بحلقات قادمة على سنو نتوسع أكتر في كل المحارات بتخص التقديم الإلتروني بالمؤسسات تعليم العالي شكرا لك شكرا لك سنة أبو عبيدة بشير حمد مدير مركز دعم بمركز المعلومات ووزارة التعليم العالي البحث العالمي شكرا جزيلا لكم شكرا لكم وفي حاجة صغيرة لازم أقلعها فضل فضل نحن 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 نح في الاتحاق بمؤسسات وإن شاء الله أي طالب يلغمك عدوك إن شاء الله ومرحبتين بكم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم هذا كان حلقة صباحات سودانية اليوم الاثنين الليلة كان لدينا عديد من الفقرات كلمنا عن التقديم الإلكتروني أو التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي وإن شاء الله كل الطلاب يقدروا يتحصروا على مكان الهم دائرينه نعم إن شاء الله